اشتركوا في القناة في مشهة ربنا نحل محافظة رقم 3 محافظة الاسكندرية موجودة معنا صفحة 78 كتاب الامتحان 29 23 يلا بنا على بركة الله اختر الاجابة الصحيحة مما بين القصين مجموعة العناصر التي تتفاعل مع الفلزات مكونة املاح بمعنى كده ان احنا هنتكلم على مين عن اللي هي الهالوجينات يبعا عند الاجابة اللي هي رقم اول حاجة عندنا مين مجموعة مين الهالوجينات ناخد مثال الهالوجينات زي اللي هو كلور كان بتفاعل مع الفلزات زي اللي هو السوديوم كان عنده السوديوم اللي هو ان ايه كان بتفاعل مع كلور اللي هو سيلته كان بيكون لنا عندي ان ايه سي ال اللي طالع عندي ده اسمه ايه اسمه كلوريد السوديوم ده عبارة عن ايه عبارة عن ملح يبقى معنا كده الهالوجين لما تفاعل مع الاقلاء اللي هو الان ايه تمام هيكون ل مين هيكون لملح عشان كده اخترنا مين اللي هي الهالوجينات تلعب نقض دورا هاما في الاتصالات اللاسلكية والمس الإزاعي يا ترى مين الايونوسفير ولا الميزوسفير ولا ستراتوسفير ولا التروبوسفير طبعا مين الايونوسفير عشان بتحتوى على ايونات مشحونة توساعد حفريات نقض في التنقيب عن البترول البحث عن البترول يعني الصرخصيات ولا الاريكو بيتركس ولا القهرمان ولا الفيرومنفرة طبعا مين الفيرومنفرة عند تفاعل الصوديوم مع الماء يتصعد غاز مين? نيتروجين هيدروجين زين اكسيد الكربون ولا اكسوجين? تعال نعملنا مع بعض كده. اول حاجة عندنا مين الصوديوم? اللي هو ان ايه? مع مين? مع الماء اللي هو اتش تو او هيكون ايه عندنا ان ايه? او اتش اسمه هيدروكسيد صوديوم زائد مين? غاز مين? غاز الهيدروجين يتصعد. تعال نشوف المغادلة موزونة ولا لا. واحدة صوديوم واحدة صوديوم. اتنين اتش? وهنا فيه واحدة واتنين? هنا تلاتة? وهنا فيه تنين. بحط نوقو تنين. بحط نوقو اتنين. اصل فيه اربعة فنحط نوقو اتنين. اصل فيه ان فيه كمين يتبع النوعゆيوووو في اتنين اعطونا اعطونا واتنين ايه? غاز الاتصاد عندنا ده اسمه غاز الهيدروجين غاز مين غاز الهيدروجين فيولووو لرسميه ملح где ملح بروميد البوتاسيوم عندنا طبعا اللوو弄 اكسيد المغنيسوم ده يتبع مين? يتبع لوا الاقلاء وعند البروم اللي هو يتبع الهلوجينات فانا عندي هلوجين من لما يتحد مع اقلاء يكون ملح. الحاجة التانية ده هيدروكسيد. اللي هن ايه او اتش ديت عبارة ان ايه? من الهيدروكسيد? طالما هيدروكسيد فايزا ده اللي بدامي ده بسميه ايه? ما سميه اللي هو قلوي. ام جي او اللي هو اكسيد المغنيسوم طبعا ده عبره عن اكسيد قاعدي. اكسيد قاعدي كان يزرق حمض. حمض ايه? الهايدروكلوريك. طبعا ده بيه اللي هو يحمر صباة عباد الشمس. قارن بين النظام البيئي البسيط والنظام البيئي المركب من حيث عدد انواع الكائنات الحية ومثال لكل منهما. طب اول حاجة عندنا اول حاجة عندنا اللي هو مين? النظام البيئي البسيط. النظام البيئي البسيط يبقى اول حاجة عندنا كده. النظام البيئي البسيط. والحاجة التانية النظام البيئي المركب. عاوز اول حاجة من حيث مين? عدد ايه? عدد اللي هي الانواع. عندنا اول حاجة اللي هو النظام البيئي البسيط طبعا ده قليل الانواع. قليل الانواع. اما اللي هو النظام البيئي المركب ده كسير الانواع. كسير الانواع. الحاجة التانية عاوز مين? عاوز مثال. عندنا اللي هو النظام البيئي البسيط مثال عليه زي الصحراء. اما اللي هو النظام البيئي المركب مثال عليه زي الغابة الاستوائية. طبعا عندنا اللي هو النظام البيئي البسيط? بيتأثر بشدة عند غياب ايه? احد انواع لانه قليل انواع او محدود الانواع يعني. اما اللي هو النظام البيئي المركب لا يتأثر ازا غاب ايه احد افراده. نتيجة طبعا ايه? قصرة ايه? قصرة ايه? الانواع اللي هي موجودة فيه. اكتب المصطلح على الليل. اكتب المصطلح العلمي الدل على كل عبارة من العبارات الاثتية. رقم واحد. مقدرة الزرة في الجزء التساهمي على جذب الكترونية الرابط الكيميائية نحو طبعا تعرف مين? السلبية القهربية. السلبية القهربية. ترتيب الفلزات ترتيما تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي. ما سميها متسلسلة النشاط الكيميائي. متسلسلة النشاط الكيميائي. اثار وبقايا الكيانات الحية القديمة المحفوظة في الصخور الرسوبية طبعا ده تعريف الحفريات. اماكن امينة يتم انشاؤها لحماية الانواع المهددة بالانقراض في اماكنها الطبعية. طبعا ده تعريف مين اللي هي المحميات? المحميات الطبعية. اختر من العمود بي ما يناسب العمود ايه? اول حاجة عندنا الجهاز اللي هو الانوريد. شوف كده اللي يمشي معنا. طبعا عندي هنا يستخدم لتحديد الطقس المحتمل بمعلومية مين اللي هو ايه? الضغط ايه? الضغط الجوي يعني مع رقم كام مع رقم اتنين. حزامي فان الن طبعا اللي هي تشتيت الاشعاعة الكونية الضرة المشحونة بعيدة عن مين عن سطح الارض اللي هي رقم كام رقم واحد. جهاز بلتاميتر اوفمان طبعا ما استخدمه في تحليل الكهرباء للمية. يستخدم في التحليل الكهرباء ايه للمية اللي هي رقم كام رقم اربعة. مركبات الكولورو فولورو كربون طبعا دي عندنا من اخطر ملوسات طبعة مين الوزون اللي هي رقم كام رقم تلاتة. ازا علمت ان حجم الغاز المتصاعد عند المهبط من التحليل الكهرباء للمية هو اربعة وعشرين سنتيمتر مكعب. لما سألك سؤال الاول كده بلما نكامل السؤال هو ايه الغاز اللي بيتصاعد عند المهبط والله اللي بتصعد عند المهبط اللي هو غاز الهيدروجين تمام فالهيدروجين حجمه الدقيقة 24 سنتيمتر مكعب فاحسب حجم الغاز المتصعد عند المسعد هو مين اللي يتصعد عند المسعد اللي هو غاز الاكسوجين حلو مع كتابة المعادلة يبقى هو عوز حاجتين اول حاجة حسب له الغاز اللي هو يطلع عند المسعد والحاجة التانية المعادلة طب دلوقتي هنا عشان احسب له الغاز المتصعد عند المسعد اللي هو الاكسوجين ما احنا عارفين الاكسوجين بيكون نص حجم مين? نص حجم اللي هو الهيدروجين. اقول له كده بما ان حجم الاكسوجين بيساوي نص حجم غاز الهيدروجين. نص يعني الاربعة وعشرين هضربها في نص او اسمها على الاتنين اللي اعجبك. يبقى بيساوي اربعة وعشرين اللي هو حجم اللي هو الهيدروجين. هيسمه على كم? على الاتنين او اضرب في نص هم الاتنين هديني نفس الناتج هيطلع على كم? اتناشر سنتيمتر ايه مكعبة عشان بجيب حجم. الحاجة التاني اعوز معادلة. طب احنا دلوقتي عندنا مية صح? المية رمزها ايه? اللي هي اتش تو او. وعندي هنا عملية تحليل كهرابي. تحليل كهرابي. وعندنا كمان قطرات من حمد الكابريتيكو مخفف خلي بالنا. هيكون لحاجتين. غاز الهيدروجين هييتصاد. مان كمان هييتصاد. غاز الاكسوجين هييتصاد. عندي هنا كام اتش اتنين هنا في كام اتنين خلاص كده مزبطين هنا في كام او واحدة هنا في كام في اتنين يبقى اللي ما دي فيها النقص اللي ما اللي فيها النقص احط قدام اتنين اصبح فيه كام اتش اربعة احط انا اتنين زي ما احنا شايفين كده في المعادلة ان غاز الهيدروجين ضعف مين ضعف الاكسوجين يبقى عندي غاز الهيدروجين قد مرة اين من الاكسوجين والعكس الاكسوجين نص مين نص حجميه نص حجم اللي هو الهيدروشين أكمل العبارات الآتية بما يناسبها رقم واحد يبدأ ظهور العناصر الانتقالية في الجدول الدور الحديث ابتداء من الدورة طبعا الرابعة تدل الحفريات المرشدة على نقط الصخور الرسوبية على عمر الصخور الرسوبية أو بسميه العمر النسب للصخور الرسوبية يعتبر ساني وصيد الكربون من الكسيد طبعا الحامضية علشان ده بيحمر صبغة عباد الشمس يستخدم غاز نقط في تطفير المياه طبعا غاز مينوكولور اللي هو كان بتفاعل مع البلاستيك اللي هو احنا فاكرين وبيقدل اللي اصابه ايه بالسرطان صوما تحته خط فيه كل عبارة مما يلي اول حاجة يطلق على مين الغلاف الجوي الأزوني من فاكر طبعا نشيل التروبوسفير ونجتم مكان ايه السطراتو سفير يستخدم مين المسال في حفظ قرونية العين طبعا مين النيتروجين المسال علشان بيكون درجة غليانه اللي هي سالب 196 بيكون منخفضة جدا طبعا يعتبر تعتبر محمية مين اول محمية طبعية تم انشاءه في مصر طبعا بسمى ايه رأس محمد محمية رأس محمد تسمى في لزات المجموعة وان ايه طبعا بيسمى ايه بيلاية الاقلاء بيسمى ايه الاقلاء او بيسمى في لزات الاقلاء اما الهلاجينات دي تليها موجودة في المجموعة سفين ايه خلي بالنا هل اللي ما يأتي يزوب ملح الطعام في المية احنا عارفين ان ملح الطعام ده مركب ايوني وعارفين المية ده عبارة ايه عبارة عن اللي هو المزيب قطبي فاقول له لان ملح الطعام من المركبات الايونية التي تزوب في الماء وحيث ان الماء من المزيبات القطبية ده علامة صحة امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخطأ اول حاجة كلما ارتفعنا فوق سطح الارض يقل الضغط الجوي وتقل كسافة الهواء طبعا كلام ده صح تتكون الشو في الميزوسفير تحدي كده صح بينما تتكون الصحب في التروبوسفير طبعا الاحتواء على نسبة عالية جدا منه من بخار الماية فالكلام ده صح دلة الحفريات على ان الساديات هي اول ما ظهرة من الفقريات الساديات اول حاجة ظهرت من الفاكرات طبعا الكلام ده غلط تقدر درجة الوزون بوحدة النانو متر طبعا غلط هي مفروب بوحدة ايه ديبسون وبالتالي دي كمان غلط ادرس الشكل المقابل ثم اجب مع رقم الدورة التي يمثلها الشكل عاوزين رقم مين رقم الدورة يعني عاوزين نعرف عدد مستوى الطاقة هنعرف فمنين من اي عدد زري مدهوني مدهونة طبعا الرموز اللي قدما دي بترمز لأي عناصر خلي بالنا زي ما قلت لك في رياضة صين اوساط ده نفس القصة عندنا فهنا كام خمستاشر لما جا وزع خمستاشر دي هيكون توزحها كام اتنين تمانية خمسة طب دولك المستوى ادى واحد اتنين ثلاثة صح يبقى معنا كده اللي قدام دي عبارة عن الدورة مين الدورة التالتة يبقى دي عبارة عن الدورة الثالثة اعرفنا منين من التوزيع اللي هو طالع قدامنا رقم اتنين اكتب من الشكل الحرف اللي يدل على اول حاجة عاوزين غاز خامل طب هي الغازات الخاملة ما كانها فين اتبع على ايد اليمين في المجموعة السفرية اللي هو هنا اللي هو مين هنا قدامي اللي هو الزد يبقى الغاز الخامل هنا اللي هو مين اللي هو الزد انشط عنصر لا في لزي لا في لزي هيكون موجود فين موجود فيه المجموعة اللي هي سفن اي اللي هي قدامي ديت احنا هنا دي مجموعة سفرية يعني رقم 18 ودي رقم 17 يعني الهالوجينات يبقى الاجس ده طبع من الهالوجينات وطبع الهالوجينات بيكون فيه عناصر اي لا في لزي وبيكون ناشطة كمان وبالتالي هنقول له مين اللي هو الاجس اكبر العناصر حجم الزري طيب احنا عارفين في الدورة الوحدة من اليسار الى اليمين اللي بيحصل بالنسبة لحجم الزري بيوقل معنا يوقل الحجم الزري معنا كده ده كبير وكل ما اروح لهم ده عمال يقل معاي يبقى ده اكبر واحد وده اللي واحد يبقى هنا بيقول لها تلك كبير اقول له مين اللي هو الاي لو كان عاوز اظهر حاجة كتولت له مين اللي هو الاكس خليبنا تختلف انواع الحفريات تابعا لطرق تكوينها اسكر تلك الانواع يعني عاوز هنا بعض الانواع اللي احنا خدناها ففيه خدنا امثلة قبل كده على اللاية الحفريات يدي له كده امثلة هنقول له ده رقم جيم عندنا ده رقم جيم هقول له رقم واحد حفرية كائن كامل رقم اتنين حفرية طابع رقم تلاتة حفرية قالب مصمط رقم اربع حفرية متحجرة يا ربكم فهمنا ما تنساناش من صالح دعواكم كان معكم استرطرة وبالتوفيق رب العالمين والى اللقاء ان شاء الله في فيديوه قادمة وصلاة الله عليكم ورحمته وبركاته اللقاء انشاره ي whoseت الغدت ترجمة نانسي قنقر